بعد توقف محادثات الملف النووي الإيراني لأشهر عديد أعلنت الخارجية الإيرانية إحراز تقدم وصفته بالجيد نسبيا في محادثات فيينا إلا أن ذلك التقدم كان مشروطا بالاتفاق على كل شيء بحسب ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الذي هدد بمواصلة إيران لسياساتها إذا ما تعاملت الولايات المتحدة بشكل سلبي مع مقترحات طهران ورغم تقدم المفاوضات إلا أن إيران لم تكف عن المراوغة في ملفها النووي معلنة استمرارها في سياساتها بتخصيب اليوران يوم بغض النظر عن أي مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بحسب الخارجية الإيرانية التي تراهن على حاجة الأوروبيين والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران من أجل سد نقص النفط الروسي والتداعية الحرب الأوكرانية أما إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن فتواجه أكثر من تحدي في هذا الملف أولها التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني لن يتحول إلى برنامج عسكري وأن لا تتمكن إيران من القيام بنشاطات سرية تجعلها تصنع قنبلة حتى في ظل المراقبة ومن هنا تعتبر دوائر الإدارة الأمريكية أن العودة إلى الاتفاق ستضع البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة فضلا عن سحب كمية اليوران يوم المخصد من الأراضي الإيرانية هذا فضلا عن تحدي ثاني يقوم على تلبية شروط العودة الأمريكية إلى الاتفاق من دون أن تبدو هذه العودة استفادة مالية لإيران حيث تحول طهران ملايين الدولارات إلى حرسها الثوري والميليشيات التابعة لها والمزعزعة لأمن واستقرار الدول العربية أما التحدي الثالث فيتمثل بحالة الرفض داخل واشنطن لعقد أي صفقة مع نظام إيراني خطير بحسب السيناتور الجمهوري مارشا بلاك بيرن مؤجهة رسالة إلى العالم بأن الولايات المتحدة لن تردخ للإرهاب وبين هذا وذاك يبقى ملف إيران النووي بين إعادة الأحياء أو التحضر للانهيار في وقت تواصل طهران سياسة الابتزاز في محادثاتها هذا فضلا عن توسعها وتغلغلها في منطقة الشرق الأوسط عبر وكلائها من الميليشيات في العراق واليمن وسوريا ولبنان اشتركوا في القناة